تخيلوا شخص يركب الطيارة أو يركب السفينة ويرفع إيده للسمى ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فيرد عليه منادي من السماء ويقول لا لبيك ولا سعديك يا طرى ما السبب؟ تابعون السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده مهم جدا لكل واحد بيفكر أن يذهب لبيت الله الحرام لكل امرأة ولكل رجل يذهب بنفقة ويدفع أموال ويغرم حياته كلها شأ عمره كله بيحطه علشان يذهب لزيارة بيت الله الحرام ويقف بجوار قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ممكن يتعب كل التعب ده ويذهب إلى هناك ومع ذلك يكون الرد لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ومالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور حجك مأزور كله ذنوب كله كبائر كله محرم كله غير مقبول بسبب ايه؟ بسبب النزاد والراحلة والأموال اللي حجت بيها حضرتك أو اعتمرت بيها هي في الأصل مال حرام واحد يأكل مراس أخته والآخر يمنع مراس زوجة أخيه ولا تأخذ حقها في مراس زوجها الميت والآخر يأخذ ويأخذ والآخر يأكل مال الغير والآخر يأخذ مال حرام ويغتصب مال حرام ويسافر بهذا المال ليطهر نفسه من الذنوب ويطهر نفسه من الموبقات ويبتعد عن الكبائر ظنا بذلك أنه تاب إلى الله أنا هنا لا أتكلم عن إن الحج صحيح ولا باطل الحج صحيح على رأي جمهور العلماء وإنت كده أسقطت على نفسك فريضة الحج لكن لا ثواب لك وحجك مرضود عليك وغير مقبول عند الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يعني متعب ومجهد من شدة السفر والتعب يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له فيريت قبل ما تفكر أنك تحج أو تعتمر ترجع الحقوق لأصحابها اد المراس لصحبته رجع المال اللي أكلته أو سرأته أعطي اليتيم ماله وحقه قبل أن تذهب للحج أو العمرة لكي تطاهر نفسك من الآثام والمعاصي والسيئات ويكون حجك مبرور غير مأزور ويكون حجك مقبول عند الله سبحانه وتعالى الفكرة مش حضرتك أنك تسقط عن نفسك فريضة الحج مش الفكرة أبدا أن الحج يكون صحيح مستوف الأركان والشروط وخلاص إيه الفيدة أن الحج سقط من علي وليس علي فريضة الحج وأديت الحج كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لم أخذ حسنة واحدة ولم أستفد من وراء هذا الحج بأي فضل ولا أي شيء ياريت نفكر كويس ونحسبها بالعقل والمنطق قبل ما تطلع طهر نفسك هنا طهر نفسك في بيتك وبلدك عشان لما تروح لبيت الله الحرام يحرم الله عز وجل عليك النار ويمنع عنك الآثام ويغفر لك كل ما قدمت يدك قبل أن تذهب إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم واعلم أن المال حرام مثل أي حرمة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكما تحرص على أداء الحج والعمرة وأن يقل لك يا حج فلان احرص على تطهير نفسك ويعادة المال لأصحابه قبل فوات الأوان والسلام ترجمة نانسي قنقر